بسم الله الرحمن الرحيم تحليل الوحدات في هذا السؤال يتم التركيز على التحويل بين المتر إلى كيلو متر والثانية إلى ساعة نبدأ بالقيمة المعطاة للسرعة تساوي خمسة فاصلة ثانية متر على ثانية بحيث نختار التحويل المتر إلى كيلو متر في البداية فيتم كتابة المتر في المقام فيكون في البسط واحد كيلو متر ساوي ألف متر بهذا الطريق اختصرنا المتر مع المتر وحصلنا على الطرف الأول المطلوب نستمر نحاول نتخلص من الثواني ونحولها إلى ساعة بحيث يتم كتابة الثواني في البسط حتى تختصر مع المقام فيكون الدقيقة الواحدة مينت ساعة وستين ثانية اختصرنا الثواني مع الثواني لكن ما زلنا لم نصل إلى الساعة فنستمر في التحويلات ونحول الدقائق إلى ساعات وتكون الدقائق في البسط حتى نختصرها مع المقام تكون واحد ساعة ساعة وستين دقيقة فتغفصل الدقائق مع الدقائق وبهذا الشكل حصلنا على الطرف الطلب الآخر اللي هو الآن نقوم بضرب البسط في بعضه مخسوم على حيث ضرب المقام كالتالي خمسة فاصلة ثلاثين ضرب ستين ضرب ستين مقسوم على ألف والنتيجة ستكون بوحدة كيلو متر لكل ساعة ترجمة نانسي قنقر